الهيموفيليا من الأمراض الوراثية الخطيرة الناتجة عن حدوث طفرة أو تغير في أحد الجينات التي توفر المعلومات اللازمة للبروتينات لتشكيل تجلط الدم غالباً ما تحدث في الذكور إذ يحمل الذكر صبغي الجنس الأنثوي الصبغية X وهو الجين الطافر الذي ينقل المرض بينما أغلب الإناث يحملنا المرض ويبقين معافيات غير مصابات بالمرض أسباب حدوث الهيموفيليا عندما يحدث النزيف بسبب إصابة ما ففي الوضع الطبيعي يجمع الجسم خلايا الدم لحدوث عملية التجلط ووقف النزيف حيث يبدأ الجسم بتنشيط أنظمة تجلط الدم حول الوعاء الدموي المصاب والذي تمثل غالبيتها مركبات كيميائية موجودة في الدم بصورة خاملة ينشطها بعض المحفزات التي تخرج من الوعاء الدموي للمصاب والتي تسمى بعوامل التجلط وعليه يحدث إغلاق للأوعية الدموية التالفة ويمنع فقد الدم أما بالنسبة للشخص المصاب بالهيموفيليا فنتيجة لنقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم البروتينات فلا يحدث تجلط الدم بشكل صحيح مما يؤدي إلى نزيف المصاب به لفترة أطول أكثر من الشخص الطبيعي كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعباء والأنسجة أنواع الهيموفيليا تنقسم الهيموفيليا حسب نقص عوامل التجلط إلى الهيموفيليا ألف التقليدية أو الكلاسيكية والتي تنتج عن نقص عامل التجلط رقم ثمانية وهي الأكثر شيوعاً الهيموفيليا باء وتنتج عن نقص عامل التجلط رقم تسعة ويعد كل من النوعين ألف وأباء هم الأكثر انتشاراً في الوطن العربي تشخيص الهيموفيليا يمكن تشخيص الهيموفيليا من خلال اختبارات الدم لتحديد ما إذا كانت عوامل تخثر الدم منخافضة أو مفقودة التاريخ الطبي لوجود مصابين بالهيموفيليا في العائلة اختبار قياس زمن التجلط أعراض الهيموفيليا تتحدد شدة الإصابة حسب كمية نقص العوامل في الدم فكلما ناقصت زادت شدة المرض ومن الأعراض الأكثر شيوعاً ما يلي تورم وألم مع الإحساس بالحرارة في المفاصل ظهور كدمات نزيف داخلي يؤدي إلى تراكم الدم في المنطقة الورم الدموي نزيف الفم واللفة وخاصة عند فقد الأسنان نزيف في رأس طفل رضيع بعد الولادة دم في البول أو البراز نزيف الأنف المتكرر أما عن أخطر أعراضها فتتمثل في حدوث نزيف في المخ أو النخاع الشوكي نتيجة لتعرضهما لإصابة ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد لها علاج نهائي لكن يوجد علاج يهدف إلى منع حدوث مضاعفات النزيف ترجمة نانسي قنقر